الملكة إليزابيت الثانية تنتمي إلى الجيل الثالث والأربعين من سلالة نبي الإسلام محمد هذا ما أكدته قبل أكثر من ثلاثين عاماً إحدى أعرق المؤسسات البريطانية المختصة في علم أنساب بيرك بيريج لكن المؤرخين وعلماء أنساب آخرين نفوا صحة ذلك الاهتمام الواسع والمستمر بهذا الموضوع انعكس على وسائل التواصل الاجتماعي بتباين بين مرحبين بما اعتبروه امتزاجاً للحضارات وتقارباً بين الديانات ومتهكمين دعوا إلى منح الخلافة الإسلامية للملكة ولهذا الاهتمام ما يفسره من الأسباب مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي متشوقون إلى الأخبار السعيدة وبالتالي فهم يبحثون عن أي خبر جيد حتى لو كان قائم على مبالغة أو عدم دقة أو خيال وقد يكون واقعياً أيضاً وبالتالي فنحن نشاهد اهتماماً كثيراً بالإنجازات الحقيقية وأيضاً اختلاقاً لإنجازات وهمية الحلقة التي تربط الملكة إليزابيت الثانية بأحفاد الرسول حسب بعض علماء الأنساب هي زائدة الأندلسية التي يعتقدون أنها ابنة المعتمد ابن عباد ملك إشبيليا وقرطبة وأنها اعتنقت المسيحية وتزوجت ملك قشتالة الفونس السادس وأنجبت منه ابنتهما سانشا الجدة السادسة والعشرين للملك إليزابيت الثانية مؤرخون آخرون يؤكدون أن زائدة ليست ابنة المعتمد الذي ينتسب إلى الرسول وإنما زوجة ابنه الفتح حاكم قرطبة الملقب بالمأمون هذه التشابكات لا تزيد الموضوع إلا جاذبية هذه القصة تجمع مؤسستين تقليديتين وعريقتين هما الملكية والدين والتقاليد تعتبر من أبرز عناصر الهوية لذا فإن هذه القصة تدغدغ تلك العواطف كأنها تقول إن روابط الدم مهمة وإن ما نحن عليه اليوم ناتج عن من هم أسلافنا الاهتمام الكبير بهذا الموضوع لم ينحصر على العرب والمسلمين وإنما امتد أيضا حتى إلى بعض وسائل الإعلام البريطانية المرموقة ما تقوم به المؤسسات الإعلامية البريطانية هنا هو وضع القصة في سياقها بإدراج خلفيتها والآراء المختلفة بشأنها بحيث تبدو كأنها صوت العقل وهذا أمر نافت فهي تستغل شعبية القصة على وسائل التواصل الاجتماعي ثم تدقق فيها لتبدو مختلفة وتدافع عن وجودها أمام التهديد الذي تواجهه من وسائل التواصل بعد وسائل الإعلام البريطانية أرسلت طلبا إلى قصر باكينغام للتعليق على الموضوع الرد لم يأتي بعد ولا أحد يعلم إن كانت الملكة خلف هذه الأسوار عاكفة على التذقيق في شجرة عائلتها بحثا عن دم قرشي أم أنها ترى أن لديها من الأعمال ما هو أهم من ذلك وليس أقلها أهمية التحضير لحفل زواج حفيدها هاري بعد أقل من ستة أسابيع علي وجانا الحرة من أمام قصر باكينغام لندن